الثالثة برضو اللي كان فيها اهتمام كبير جدا بس المرة دي بقى فن القصة الفنان الجميل المطرب حمد هلال كان امبارح في برنامج حبري سري مع الزميلة اسمة ابراهيم وخلال الحوار طلاقش معاها في حاجات كتيرة جدا واتكلم معاها على خلفية اغاني منها ازمة لاغنية عيشت بشوقك اللي غنها تامر حسني وقال ان هو قاعد اشتغل عليها ستة شهور لكن ظروف تعب امه والله يرحمها حالة ان هو يخلص منها بسرعة فرجع زعل لكن هو الجميل في اللي قاله ان هو دار الموضوع بشكل شيك راقي لناس الطبيعة حمادة هلال من الحاجات تانية برضو اللي قالها فكرة رأيه في اغاني المهرجانات قال انها موض وقال ان فيه اهتمام كبير جدا عليه اتساءل كمان على محمد رمضان وقال ان هو بيحبه لاغنية مافيا وقال ان هو بيعجبه محمد رمضان التمثيل اكتر من الغنى لكن برضو بيعجبه بعض الاغاني وقال ان هو على المستوى الانساني كويس وبار باهله وده بالنسبة الرأي حماد هلال في مين في محمد رمضان ومعنا فيديو اعتقد برضو بيلخص اهم الحاجات اللي انتو اهتمتوا وتفاعلتوا معاها احلام نجوة قرب مين افضل صوت نسائي عربي في دول اصلا على طول مجال تفكير يعني طبعا صوتهم جام اكتب اصلا بيغلل كل حاجة يلا الحمد لله يلا الحمد لله لازالت مني يا احلام ولا ايه فيه يا احلام لا والله ولا نجوة تمام لا حاول ولا كوة تانية لا لا عادي ايه موعد تانية اقولي 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 المصلح الساعة اقولي امعاك ياه فيش مشكلة نجوة قرب طب خلينا نسأل السؤال اللي اسمى سألته الحمد اهلال لخيري وكريمة مين افضل مطربة او صوت نسائي هو اسمى عرضت اصالة وعرضت نجوة كرم وعرض احلام بقدر نظر ما فيه مش ولا حد فيهم مصرية بس ماشي اه احلى صوت ايه احلى صوت نسائي في الثلاثة اصالة نجوة كرم احلام اصالة اصالة انا شخصين اللي قرب لي نجوة كرم واصالة القديم اصالة القديم مع ان الجديد شخصية اصالة قوية جدا يعني فيه ام بتكلم على الصوت طيب